أبقى معنا من ولاية السويق في سلطنة عمان مراسل جزيرة سمير النمري سمير واضح من المشهد خلفك حجم الدمار وهناك ارتفاع في أعداد القتلى جراء الإعصار تفضل سمير نعم سلمة كما ترين دمار واضح ودمار كبير جدا في قطاع في اختاع الطرقات وأيضا في الكهرباء قبل قليل أعلنت المركز الأرصاد العماني انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار في السلطنة وأكدت استمرار بعض الأمطار خلال الفترات القادمة هذا هو الطريق الرئيسي الذي يربط بين العاصمة مسقط وكذلك مناطق الغربية في محافظة شمال الباطنة بما فيها ولاية صحار التي تضم ميناء ومطار دوليا من هذه المنطقة تحديدا مر يوم أمس عين الإعصار مخلفا دمارا كبيرا جدا نحن قمنا بزيارة عدد من الأحياء السكنية في هذه المنطقة وشاهدنا المياه غمرت جميع المنازل يعني وصلت في بعض الأحيان إلى نحو ثلاثة أمتار وبعض لها في نحو أربعة أمتار كان طيران الشرطة يحلق منذ فجر اليوم بالإضافة أيضا إلى عشرات السيارات للدفاع المدني والشرطة والجيش العماني كان قبل قليل أيضا هنا نائب رئيس المركز الوطني وبرفقته وزير النقل وهم يقومون بجولات متعددة لتقييم الأضرار في هذه المنطقة المركز الوطني يقول إنه لا زال حتى هذه اللحظات يتلقى نداءات استقاثة من عالقين ما زالوا في منازلهم وهناك مشكلة تواجه هذه الطواقم وهي عدم وجود في بعض المناطق خدمات شبكة الهاتف ليتمكن قوات الدفاع المدني من التواصل معهم وأيضا هم العالقين لا يستطيعون الاتصال كما أن خدمات الكهرباء في هذه الولاية قد تم قطعها بالكامل وأيضا خدمات الطرقات ما بين الولايات وبين المناطق انقطعت بشكل كامل هناك أيضا تواجه المواطنين أزمة انقطاع المياه قرأنا في بداية الخبر سمير بارتفاع عدد الضحايا إلى 12 قتيلا جراء الإعصار مع تسجيل 7 وفيات جديدة هل هناك معلومات عن الوفيات الجديدة جراء ماذا وأين لم تذكر تفاصيل الخبر الذي أورده المركز الوطني للتعامل مع الحالات الطريقة تفاصيل عن هذه الحالات لكنه أكد أنها جاءت نتيجة تداعيات هذا الإعصار وأكد أيضا أن هناك لازال مفقودين وأيضا لازال هناك عالقين نتيجة لأن المياه قمرت مناطق واسعة جدا في ولاية الخابورة وفي ولاية المصنعة وأيضا السويق وهي تحديدا تلك المناطق التي ضربها الإعصار مساء أمس ربما في الساعات القادمة قد تستجد بعض المعلومات المهمة عن طبيعة هذه الحالات وكيف توفت أو كيف غرقت سواء كانت داخل المنازلها أو عن طريق السيارات التي كانت تستقلها أو حتى في المنازل ربما في الساعات القادمة أيضا نشاهد بعض النتائج لحجم الأضرار التي ستعلنها السلطات الحكومية سواء كانت ذلك من خلال قطاع الطرقات أو في الكهرباء وأيضا خدمات المياه المنقطعة حاليا عن عدة مناطق في ولاية السويق سمير أريد أن نوه إلى أنكم تعملون منذ البارحة إلى اليوم ولم يتسنى لكم حتى تغيير الكاميرات بسبب العمل المتواصل وصعوبة الوصول أيضا إلى المكتب في كل الأحوال هذه الصورة تشرح حجم الدمار جميع تفاصيل ما جرى ربما من مرور هذا الإعصار من هذا المكان نتمنى السلامة للجميع وشكرا لك سمير النمري مراسلنا من ولاية السويق تحديدا في سلطنة عمان شكرا لك